طيب خلينا نروح لكرة الماء للناشئين كان عندنا مباراة مع سكر الحومدية بس خلصت النتيجة فرق 24 واحد يمكن نتيجة كبيرة وهما موليد 2006 الفرقة دي موليد 2006 طيب أنا يعني مش من أنصار ان الفرق يبقى كبير كده ليه يعني المطش كانت لعب بمبرحة لحمام سباحة النادي الاهلي بالجزيرة فرقتنا عملت عرضي كويس طيب انت ايه من أنصار ايه من أنصار انه يبقى دايما فيه تدرج في المستويات أو فصل في المستويات عشان أعظم الاستفادة ولكن أنا في كرة الماء الكلام مختلف لأن عدد الفرق اللي بتلعب قليلة فأنا مش هقدر أعمل فصل فأنا متقبل نتيجة حتى لو كبيرة بس في المقابل أن أنا بزود الشعبية إنما لو عندي 30 نادي بلعب ولا 25 نادي لا أفصل هنا لأنه ما عنديش مشكلة والكلام ده قلنا مثلا كرة اليد سيدات عندنا المشكلة دي النتائج بتخلص فرق كبير جدا فما فيش استفادة بضيع وقت كبير جدا في الموسم بدون استفادة إنما الوضع مختلف في كرة الماء كرة الماء ناشئين أم أعداد سيليكتف قليلين جدا جدا في مصر اللي بلعبوا وما أعمل فصل هلاقي في الآخر هما ناديين اللي بلعبوا صد بعض مش هينفع فالنتائج دي متقبلة نتمنى طبعا أنديها كلها تشارك وكابتن محمد أبو سديرة قال إن الفرقة طبعا قدمت ماتش كويس جدا ولعيب هنزل نفزه التعليمات بالضبط عشان كده كانت النتيجة كبيرة وفرق كبير جدا باي